اهلا بكم مشكلة كبيرة بتواجه معظم مستخدمين الويندوز وهي مشكلة صدى الصوت هنحل المشكلة ديت ازاي ده موضوع حلقنا النهاردة هنعرفك طريقة حل مشكلة صدى الصوت اللي بيحصل في الجهاز بتاعك اثناء استخدام الويندوز بدون برامج ولاية حاجة من خلال اعدادات الويندوز فقط هنبدأ نحللك المشكلة ديت لان المشكلة ديت موجودة عندك في الويندوز او في جهازك هنعرفك طريقة حل المشكلة ديت تابعو كل انت هتعمله هتدخل على الكنترول بانل من هنا كده وتضغط عليها هتفتح معاك الويندوز ديت طيب لو مش موجود عندك كنترول بانل على الشاشة الرئيسية هتوصل لها ازاي هتنزل لشريط البحث اللي تحت ده وتضغط عليه تبقى كلمة كنترول بانل في البحث هتلاقيها ظهرت لك هنا كده تبدأ تضغط عليها هتفتح معاك بالواجهة اللي انت شايفها ديت من الواجهة ديت كل اللي احنا نحتاجه بس خيار الساون ده اللي انا معلم لك عليه خيار الساون ده هتبدأ تضغط عليه هتظهر معاك الواجهة اللي انت شايفها ديت من الواجهة ديت تلجأ حاجة اسمها لسبيكرز تمام تعلم عليها صح ديت هتبدأ تجاف عليها و هتظهر لك من هنا كده كلمة بروبيرتس او الخصائص هتبدأ تضغط على بروبيرتس هتطلع معاك الواجهة ديت من الواجهة ديت كل اللي انت تعملها عشان تحل مشكلة صوت الصوت اللي موجود عندك في الويندوز هتضغط على كلمة أطفانس هتضغط على كلمة أطفانس بعد كده هتطلع معاك الواجهة ديت لو ضغطنا على كلمة تست هيبدأ يعمل لك تست للصوت زي ما انا سمعين كده من الخيار دوت هتهل المشكلة ازاي بتحصد الصوت ان انت مش هيبقى عندك العلامتين دول موجودين هنا كده لازم تتأكد ان العلامتين دول موجودين هنا تمام وبعد كده تدوس على أبلاي و اوكي هتبدأ تتحل معاك المشكلة وتضغط من هنا اوكي تاني تتأكد وبعد كده تطلع من القائمة ديت وتعمل رستارت للكمبيوتر بتاعك او للويندوز بداعه هتلقى مشكلة صوت الصوت اتحلت عندك بكل سهولة وبساطة ده كان بكل بساطة مضوح حلقة من النهاردة ما تنساش الاشتراك وضغط لايك والسلام عليكم اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة